موسيقى ستة واربعين ستة واربعين طوما يا رايبة كان في بداية شوتين انا فاكر اخر صورة منزعة عن انستجرام كان بتاريخ كام ايه ده ايه صعبة قوي دي بس انا برضو في الامش يعني مش متفعل قوي على الانستجرام والسوشيال ميديا بس عشان كده الصور عندي بتاب من الفترة ممكن نقول مسلا شعر اتناشر لا بعد كده قبل كمان كل ده مرزلتش شهر 11 مسلا برضو قبل كده ايه ده انا بهرج على فكرة عشرين عشرة خمسة وعشرين عشر وانت في الاتحاد احرصت هدف في مرمى المقاولين من ضربة راس مين اللي عمل لك العرض ايه فتح الوبروك منزكرتك كويس ايه ايه لا طيب احرصت هدف وانت في الاهل من راكل الجزاء في مرمى الشرطة مين كان حرس الشرطة ايه احمد سعد سعد متحد مبشيشك لا والله ولا حد الا ايه حاجة طيب اول كارت اصفر حصلت عليه مع اه مع الاهل في الدوري كان موسم الفين وسبعة الفين وتمانية كان قدام فريق مستحيل دي مولين امبي 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 مستحيل افتكرت انا طيب اخر مباراة اللي عبتها في الدوري مع الاهل كان قدام مين اخر المتش اللي عبتها مع الاهل دي صعب اوي دي الاولمبي اتحد لا دي مستحيلة دي مستحيلة عجابها ازاي دي دي اخر مطش مع الاهلي ما انا كنت اعمل حسابة الارجاة تاني معاربش النوة اخر مطش مش هيتكرر يعني لأ المقصة المقصة او المقصة تعادلنا في واحد واحد لا انتو تعادلتو بس مش واحد واحد اتنين نين كابتر رحمد حسن جاب فاول صعب صعب نين اتنين ما كدقاء كان تعليم ناخر مطش مرضو كابتر نحمد كان بيلف كرة كم مر لا كتير. كتير قوي. ده انا الفاول ده نفسي جابتني شوية ان انا لعبه. بقاليني في الاهلي وكنش بقى لعب طبعا عشان كده. فالمطشة ده كان في لعبة كتير مش موجودة. فالكابتر رحمد قال لي انت هتهرج ولا ايه? فاشطى اجابها جول. فقالت له له انا اسف ان انا رأيت لك عزيزي. قال لك اتعلم. او قال لي تعلم. بقى شفت راح اتعاملها زي. اول مباراة للتامع الماولين كانت امام الاهلي. النتيجة بتاعتها خلصت كم كام? موسم الفين وخمستاشر الفين وستاشر. لا انت كده انت كده مصعب الدنيا يا اوه. اول مقش مع الماولين قدامي الاهلي. النتيجة كم كم? آآ ممكن مسلا نقول آآ اتنين سفر واسلا. نا. تلاتة سفر. هي تلاتة. تلاتة واحد. تلاتة واحد. تلاتة واحد. تلاتة واحد افتكرت انا المقش ده. احرست كم هدف في مسيرتك? لا اصعب بمعرفش برضه. عشرين. تلاتين. نا اسم غشيشها كابل. ستة عشرين. ستة عشرين. افتكرت افتكرت. ستة عشرين. الزاكرة حلوة ايه ما شاء الله. كده كويسة. اه. كم من عشرة كده. لا كده ممكن سبعة مسلا. سبعة. اه. السبعة كده حلو فاتني كم واحد برضه. خلصنا فاكرة الزاكرة مع الكابتن محمد سمير ونروح لفاكرة المانتومان. شوف هو مدفع يترقص بسهولة ولا يتعبنا معا? تشميسة اقول لنا نقطة الها بطريكة واتحكت مجاملة لي. لا كل النقط اللي لها تحكت مجاملة لي. كلها بصراحة. بس يعني اللي فاكره كان دايما يقول لي انا سميري انت عندك كم سنة? اقول لك انا عندي اتنين وعشرين. يقول لي كامل عليهم واتجزة. النقطة تريكة كتعطول يعني بايخة. الكبري بتشوت ضربات جزاء وسط عمالكة. تريكة بركات متعب. كان ترتيبك كم عليهم وكانوا بيسيبوك تشوت وانت لسه ناشئ صغير. لا طبعا ولا ناشئ صغير. الامور كانت صعبة. بس جاي وقت اتحطيت رقم واحد مع الكابتن هسام. وجلنا جاي ماتش في افريقيا كنا كسبانين واحد سفر وكنا خسرينين برا واحد سفر. كنا محتاجين نجيب الجولة تاني ومش عارفين خالص. فالكابتن هسام كان حطيتنا رقم واحد وجلنا بنالتي فتريكة مسك الكرة. فطبعا ما قدرتش اكيد اتكلم. سبت تريكة شوتها وللأسف تريكة ضياعها. فبعدها بشوية جلنا ضرب الجزاء تاني فساعت انا شوتها والحمد لله جبتها جولي. مين كان احرف ابو تريكة ولا براكات؟ ايه اكيد انت هتورطني توريطة صعبة. لا الاتنين طبعا جمدين جدا. ممكن اقول تريكة احرف شوية براكات كان خفيف واسرع. ايه اكتر موقف كومي دي ما تنسهوش منهم. لأ انهم عندهم مواقف كتير بالذات طبعا براكات كان عنده مواقف كتير كوميديا. اه تريكة كان زي ما بقولك كان على طول كده بيعود يعمل نكت ومعالب كده دحكوا كلها وبركات طبعا لأ براكات عنده مواقف كتير كوميديا. المواقف ما تنسهوش من براكات؟ كنا بنلعب في ماتش من الماتشات اه وانا اخدت الكرة وطلقت يعني خديتني كده الجلالة شوية وطلعت قدام وعملت وانتو رفعت كرس وكانت هتدخل جولفة وبركات تعالي اهلا يا سامير والله احسن كرة اشوفها لك من ساعت ما دخلت النادي ده. شكرا لأ تريكة لأ تريكة على طول براكات قصدي على طول مواقفوا اضحك يعني. تفتكر مواقفة بينهم هما اللي اتنين وعدتوا اضحكوا علي. ما بينهم هما الاتنين? والله لا امان دلوقتي مش هعرف افتكر بس هما كانوا على طول هما الاتنين ضحك طبعا مع بعض كان على طول براكات بيعد يرخب على تريكة على طول في النقط اللي بيقولها دي فدلوقتي دلوقتي ممكن ما بقاش في ايكر اوي حاجة ما بينهم يا. خلصنا فاكرة المان تمام مع كابتن محمد سامير وهنروح بقا دلوقتي لعبة الاكسو. بتعرف تعب اكسو? او. حريف يا? لا مش حريف بس شغال يعني. هنروح لفاكرة الاكسو مع كابتن محمد سامير. هنلعب دلوقتي لعبة اكسو مع كابتن محمد سامير ونشوف هيعمل ايه? جايز يا كابتن? جايز. ابدأ. هتفل كده يا ربوني. بس دخليك تكسب. اكسو. اه شكرا يا شكرا. تفويل ده? شكرا. اه شكرا. اه شكرا. اه هتفل بتاخسر انت. عرفت محتى بكرة اتنس? اه حاول كده يعني يا جمعرا زي ما قلت لك هجيب لي هجيب اتنين مسلا من ثلاثة كده يعني هحاول. دعا نشوف كابتن محمد سامير هيجيب كم عدة بكرة التنس? ايام اقرب العودة للمنتخب ام العودة لينال الاهلي? لا مش عارف. موضوع صعب. لا مش يعني. يجيلك فيهم تبقى فرحان اول. الاتنين طبعا انت بتمثل المنتخب مصر ده هشرف كبير اكيد اي حد يتمنى. وطبع رجوع اللي انه ده اكيد حاجة يعني طبعا هتبقى يعني ولا يعني احسن نهاية ممكن الواحد يتخيلها يعني. سامير شرفتنا ونورتنا. والواحد مبسوط انك كان معاه العيب زيك على المستوى الفني العيب كبير. وبرى الملعب برضو انسان كبير جدا. وانسان. اخليك. عنده قيمة كبيرة ومحترمة. ربنا يخليك عبدالرحمن والله انت كنت اخويه انت عارف وانان مبسوط جدا فعلا ان كنت معايك. وحلقه انشاء الله تعجب الناس. ان شاء الله تتعود تاني قريب وانا مبسوت فعلا ان كنت معاكم وشكرا على الكلام الجميل انت قلت ده. وان شاء الله الحلقة تعجب للنين المشاهدين باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله بحب. كده خلصت حلقاتنا مع كابة الامة محمد سامير وانشوفكم ان شاء الله وفاتنه. اشتركوا في القناة